اليوم قدم مباراة الجميلة استحق الفوز مبروك للهر لك العدالة العدالة ما قدم أي شيء أمانة كان فريق مستسلم من البداية من بداية المباراة يمكن أنا أختلف واتفق في جزئيات معبو نائف يعني لابد أنه حتى الجهاز الفني يتحمل سوء اللاعبين أنت عندك الخيار لأنك تركن أي لعب يطلع عمر سيء في الدكة عندك 25 لعب من تم مجبر على هاللاعبين يعني حتى سالم الدوسري مثلا اللي مثلا بنايف يقول أنه ما جاب الله قولين أنت كنت تقدر تركنا في الاحتياط وطالبوا فيه بعض الكثير من الجماهير يعني أنت اللي مصر عليه أنا أعتقد أنه وقلتها قبل كذا أنه الجهاز الإداري والجهاز الفني لو استطاعوا عرفت أنهم يرسمون فعلا يعني خطة للهلال قدروا ينتشرون اللاعبة حتى من هالمستويات اللاعبة يعني حتى اللاعبين الأجانب والمحليين الجميع عارف أنه ما حد يقدر يسجل ولا تقدر تستبدله الآن ولا تقدر هذا فتحتاج أن تتعامل بطريقة خاصة بنوعية خاصة تحتاج تكاتف إداري وتكاتف حتى من الجهاز الفني الفرص المهدرة يعني هذه فعلا يعني ظاهرة في الهلال في يمكن الثلاث مبريات الأخيرة أيضا يمكن عدم استفادة من الكرات الثابتة ضربات الزاوية هذه يعني علامة استفهام كبيرة جدا أيضا في الهلال وهذا أعتقد أنه أيضا فيها عمل المدرب يعني لا بد أن يكون في عمل المدرب مع اللاعبين فكل الوضع الهلالي الحالي أنا أعتقد أنه يتحمل الجهاز الفني ويتحمل اللاعبين أيضا ويتحمل الجهاز الإداري لكن أيضا ما نلقي اللوم على اللاعبين فقط ونترك الجهاز الفني الهلال اليوم قدم مبرات جيدة لكن أنا وجهة نظري قد تتغير أمور كثير وقد يعني الهلال يفاجأك يعني حقيقة يعني الهلال لما خرج من 2017 كنا نتوقع أنه انهيار لما خرج من النهائي جاء أكل الأهلي في جدة وكنا هنا نراهن أنه خلاص يدخل فيه رفض مرحلة انهيار وتراجع ودائما يعني يخالف التوقعات قد يخالف توقعاتنا لكن على الوضع الحالي عدم قدرته على التسجيل تجديد دماء الفريق ما أعتقد أنه قادر على المنافسة حتى في الدوري ولو أنه يعني اقترب كثير الحين من يمكن من الفرق المنافسة لكن عنده استحقاقات كبيرة جدا نتكلم عن كأس العالم نتكلم عن الآسيا ضغط مباريات إصابات متعددة اليوم حتى قاعدين نشوفه سالم يقالوا مصاب غرفة اللاعبين غرفة العيادة الهلال يعني مليئة باللاعبين كل هالأشياء يعني تنبه بموسم قد يكون غير جيد لهي